استعداد متواصل في المهرة للمناوئين لتواجد القوات السعودية ليس هدفه الدخول في مواجهة بقدر ما هو تشكيل حائط ردع أمام تلك الأطماع لكن المواجهة ليست خيارا سيئا بالنسبة لهم إذا ما تم فرضها أو حتم اللجوء إليها وفي هذا الإطار دشنت لجنة الاعتصام السلمي في المهرة ملتقيات شبابية وشعبية للمشاركة في النضال ضد الوجود السعودي والميليشيات المسلحة رئيس لجنة الاعتصام في المهرة عامر سعد قال إن هذه الملتقيات هي رديفة للاعتصامات السلمية والتي تهدف إلى رص صفوف أبناء المهرة في سبيل تحقيق مطالبهم الشرعية برحيل القوات السعودية وميليشياتها من المحافظة وأكد سعد أن أبناء المهرة يقفون مع الحكومة الشرعية ويرفضون ما قامت به ميليشيا المجلس الانتقال المدعوم من الإمارات من انقلاب على مؤسسات الدولة وبينما يحاول أبناء المهرة النأي بأنفسهم بعيدا عن ملفات الصراع في اليمن تقترب الأزمات منهم أكثر فأكثر وكل يوم تكبر الأطماع ويتناسل الأعداء تحركات المجلس الانتقال المدعوم من الإمارات في المحافظات الجنوبية أصبحت خطرا آخر يتهدد المحافظة الشرقية لصالح الأطماع الخارجية